نازلنا في الأعوام يعني واحد وسبعين حتى خمس وسبعين أقدمتم على تفجير أنابي بالنفط في كاركوك كما تذكر في مذكراتك ليش عمل هذا كانت تسمونه عمل ثوري تعتقدونه عمل ثوري أم لو لا بتفكيري اليوم أنعد عمل تخريبي أستاذي العزيز قريت مذكراتي نعم وأني بهذه الفترة كنت من المعارضين للقيادة البرزانية ومجنت مع توجهاتهم الفكرية والسياسية هالتعاون اللي صار مع الإسرائيليين بعملية بقيادة سامي عبد الرحمن بتفجير أنابي بالنفط برأيي كانت خطوة خاطئة وسياسة غير مبررة ثانيا بالنسبة لي اتفاق اه اداعش آدار وانهيار الاتفاق في اربعة وسبعين نزيل اذكر حتى في مذكراتي أنه برأيي أن الحركة الكوردية اقتعد بعدم قبول عرض الحكومة العراقية كان المفروض أنها تقبل العرض وتفاوض وتستمر بالمفاوضة خاصة إذا شفنا النتيجة أنه سنة خمسة السبعين أدت إلى الانهيار فما كنت موافق على لا تحالفاتهم ولا توجهاتهم الفكرية والقومية في تلك الفترة